احنا كنا بنتلم على تربيسة الاكل والسفرة والطبلية واحدة وناكل سوا ونشرب الشاي وبعد ما ناكل وبعد ما ناخد جرعة من علم الكبار وكمان ناخد جرعة من معرفة احوال الصغار نقعد كمان نتفقد احوالنا ونتكلم فالاكل ما كانش بيدخل كده بس الاكل بيدخل يدف جفنا ويفرحنا فتبقى الاعداء دي مليانة بركة ويا سلام على قعدة الاسبوع اللي بتلمي الكل فنحس ان احنا كتير كتير مش بالعدد لكن كتير بالمدد ان ربنا جمعنا وخلانا في نعمة ربنا سبحانه وتعالى مجتمعين الحضور ده على فكرة اكتر حاجة تحسسك ان انت حاضر مع ربنا سبحانه وتعالى وفي حضرة ربنا ان انت تكون حاضر مع الاحبة ولذلك مرة جئ جملة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اننا نأكل ولا نشبع فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم يا رسول الله قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه الحضور الاجتماع والحضور ان تختلف الاياد للاناء الواحد للوعاء الواحد مش بس بركة الغذاء لكن اهم من بركة الغذاء بركة الانفاس بركة الحال بركة الحضور بركة ان احنا نقتسم الحياة مع بعض كتير من الاهل خاصة ان الاباء بيشتكوا اه احنا على فكرة احنا هنتكلم عن مشاكلنا احنا هنتكلم عن اي حد تاني احنا هنتكلم عنها هنتكلم عنها لان كفاية كده كفاية ان حد يدخل البيت يقول يبقى يتساوى البيت زي الغيط يتساوى البيت زي الشارع يدخل البيت ما يلاقيش حد حتى لو كان الناس كلها موجودين في البيت البرنامج اليوم ما بقاش مشترك ازاي بنرب اولادنا بنرب الاولادنا على ايه بنرب اولادنا على الفرداني بنرب اولادنا على البرودة بنرب اولادنا على الجفوة بنرب اولادنا على الجفاء كثير من الاهل خاصة ان اباء بيشتكوا دلوقتي ان اولادهم مش حواليهم بس لو جيه الاب بس ورجع حياتهم معاه احتمال كبير ريائي نفسه كان موجود على فكرة الولاد كان موجود هنا ولا هنا كثير من السؤال كان مفيش حد فينا بيتعرف ان هو مش موجود يقول له فلان مش موجود نزل فاذا بفلان ده تقعد نايم جوه ليه؟ عشان هو موجود او مش موجود ما بيكونش حاضر معنا صحيح الاباء ابطالوا وبيشوفوا كتير من متاعب في الحياة عشان اولادهم لكن اولادكم بيكونوا جعانين اللي وجودكم بحضور بحضور يخليهم يحسوا بان هم عندهم سند عندهم ضهر بحضوركم معاه حتى لو عشر دقائق في يومك عشر دقائق حسوا فيه بمعنى ان انت جنبه ان انت في ضهره مش عشر دقائق جنبهم ملاش تمن لا عشر دقائق فيها تركيز كله احساس كله ارادة لوصول مدد ربنا ليهم مش عشر دقائق وانت قد تتكلمهم ببصص في الموبايل ولما يكبر الاب يلاقي نفسه لوحده ويفتقد وجودهم حواليه واوقات يتهمهم بالجحود بس انا عايز اقول عبارة بس خايف بس الناس تازع هو دوت مش مسامرة اللي احنا فعلناه هو ده جحود ولداء الاولاد ما يعرفوش غير ده هم ما يعرفوش اهمية وجودهم في حياتك لانهم ما يعرفوش اهمية وجودك في حياته مدقوش طعم ووجودك في حياته فهم مش عارفين كتير من أولاد ما بيبوش عارفين يدوا لأولادهم لأباقهم حضرهم في حياتهم لأن الأب معلمهمش ده معلمهمش إن هو يكون جنبهم فهم مش قادرين يكونوا جنبه لأن دي ما تعلمش ده في المدرسة ما تعلمش ده في الفصل أصلي مدرسة الحياة ما تعلمش ده في البيت ووقت بعض الأمهات بسبب كترة الأعباء فالولد أو البنت يوجه من مدرسة ومشتقين لوجود أمهم وعايزين يحكولها تفاصيل يومهم اللي كان مليء بالتحديات على قدهم يعيني والأم يعيني برضو بتبقى حقيقة مشغولة بس بدل ما تبايل لهم حرصين على الوجود معاهم بتقول لها حبيبي أو حبيبتي اديني بس نصف ساعة ونتكلم ونقول لهم بطل أو بطل لراغي طب والراغي ده اللي مليان واجعوا ألم ومليان حكايات بنات ومليان خوف من شرب المخدرات ومليان احتمال لأنه هو يكون عايز يلحق نفسه عبد المنحرف الكلام اللي احنا شايفينه مرب كلام فيه واحد جي قال له حاجة لأنه هو مظلوم فابتدى يشككه في علاقته بربنا فبيحسوا أن وجودهم وكلامهم مش مرغوب فيه فيدوروا على الاهتمام أو الاحتواء البديل والمصيبة لو وقعوا بقى في الاحتواء البديل في حط مصاص القلوب في ناس مصاصين القلوب اللي بيستغلوا الأولاد ويلعبوا بيهم مش بيستغلوهم بس جسديا ممكن يستغلوهم قلبيا ممكن واحد يطلع فيهم غلوا وأفكاره الكئيبة وأفكاره السيئة فيطلع القذرات اللي عنده يرميها في قلوبهم وكذلك الأهل كمان بيكونوا جعنين أن أولادهم يكونوا حضرين معهم مش أنهم يبقوا عادين جنبهم بس كأنهم مش موجودين أو أنهم موجودين في نفس المكان بس كل واحد قفل عن نفسه أو واحد مع لبتوبه أو واحد مع التليفون بتاعه ولازم أنا أعرف ناس كتير دلوقتي لما بينادوا أولادهم بينادوا على أولادهم بالاتصال لأن أولادهم لو نادوا عليهم مش هيسمعوهم لأن الأبواب مقفولة كلها فالأسر دلوقتي محاطة بكم كبير من التشويش اللي بيعكر حضور الأولاد مع بعضهم والأهل مع بعضهم ومن أقصر المشوشات خمس مشوشات أول حاجة خلي اليوم يعدي صحيح أن حيامل إيه بالمسؤوليات وطبيعي أن الإنسان يحس بالتعب والإنهاك والاستهلاك بس في بعض الأحيان ما ينفعش كلام ده لكن لما نعتاد أننا نتعامل مع يومنا ومسؤولياتنا أنه هو نقمة مش نعمة إيه اللي حاصل نخلينا نزوق اليوم ودي أسأل طريقة لموت حلوة النعمة في القلوب أن أنت تزوق اليوم دي بقى عايز تخلص من اليوم الطريقة دي بتخلي الإنسان يعيش زي الآلة ترجمة نانسي قنقر